مرحبا بكم في علياء الثقافة وقمم المعرفة نرحب بعقولكم ونفتح لها الكون واسعا في برنامج الكتاب فكرة وموسمه الثالث حيث نرصد الأفكار ونمد الجسور بين الحروف والكلمات والمعرفة الإنسانية الخالدة الكتاب فكرة دعوة لإحياء كلمة اقرأ بمعانيها الشاهقة الرافعة الكتاب فكرة دعوة للتحرر من حصون التخلف الثقافي وقلع الانحطات الحضاري من الفردوس المستعار إلى الحياة الطيبة وفردوسها المستعاد الكتاب فكرة لأن حياة واحدة لا تكفينا بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في حلقة جديدة من الموسم الثالث وبرنامج الكتاب فكرة هذه التحية من طاقم عمل البرنامج من المخرجة أمينة إسماعيل ومن محدثكم حسن السعاتي وتحية وجهة إلى الأستاذ فالح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نرحب بجميع الأخوة المستمعين فوق كل أرض وتحت كل سماء ونتمنى أن تكون هذه الحلقة من ضمن الإضافات المميزة في برنامج الكتاب فكرة حيث نتكلم اليوم في موضوع مهم جدا وهو التحيزات المعرفية التي تمنع أي إنسان إذا وجدت لديه من أن تكون أفكاره وسلوكياته واختياراته عقلانية طبعا هذا الموضوع مقتبس من مقال بهذا المنوان التحيزات المعرفية الاثني عشر التي تمنع من أن يكون الإنسان عقلانيا وهو من تأليف جورج دفورسكي وترجمة حسينين عبد الأمير اليوم سيكون موضوع الحلقة يدور حول هذه المقالة ونبدأ بمشيئة الله بمحاور هذه الحلقة يدعي كل منا العقلانية وحين نناقش أحدا في موضوع ما غالبا ما نطلب منهم استخدام عقولهم فهل نحن فعلا عقلنيين في تفكيرنا وغيرنا غير عقلاني لماذا نتحيز دائما لطائفتنا لجماعتنا لقبيلتنا هل نظن أنهم معصومون عن الخطأ ما الأسباب التي تدفعنا لتجنب الصحف والمجلات التي لا تدعم آراءنا أو تصوراتنا في الحياة ما الأسباب التي تدفعنا للتعلق بالحاضر والخوف من المستقبل هل لهذا علاقة بالتحيزات المعرفية هل هناك حقا ما يعرف بقانون الجذب أم أنه في الحقيقة عبارة عن تشوه معرفي هذا كل ما سنعرفه في هذه الحلقة وأكثر كذلك في برنامج الكتاب فكرة يسعدنا أن نستقبل مشاركاتكم على صفحة الفيسبوك ويشرفنا متابعتكم كذلك في قناة اليوتيوب ننتقل إلى أفاصل وبعده نواصل الكتاب فكرة لأن حياة واحدة لا تكفينا لأن الكتاب صديق لا يخون لأننا حينما ننهي كتابا نكون شخصا آخر بعده أهلا بكم مستمعين الكرام نجدد لكم التحية ولعلنا في أول سؤال ستفالح في هذه الحلقة عندما نتكلم عن التحيزات المعرفية ألا يطرح هذا العنوان إشكالية كيف يكون العقل الذي خلقه الله عز وجل حرا من أي قيد كيف له أن يكون متحيزا هذه واحدة من الأسئلة المهمة جدا والتي تجعلنا ندرك حقيقة طربيعة التفكير التي نفكر بها دعني في البداية قبل أن أدخل في تفصيل الفرق بين العقل والدماغ والمعرفة الإنسانية دعني أعطيك مثال بسيط لو كنت تمتلك سيارة من أحدث الطرازات موديل 2015 وكانت هذه السيارة الحديثة مركونا في قراج البيت هل في للسيارة أي قيمة؟ لا طبعاً بيكون قيمتها أكبر أم قيمة دراجة؟ تركبها وتوصلك إلى أي منطقة في البحرين؟ أيهما بيكون لا قيمة أكبر من الآخر؟ الدراجة لأنها تخدمه في نهاية بتوصلك وتؤدي بك للوصول إلى مكان محدد مع أن هذه السيارة موديل 2016 أحدث سيارات سيارة ألمانية من اللي سعرهم أس مليون دينار لكن ما لها القيمة أبداً هي سيارة؟ نعم أحدث الطرازات؟ نعم فيها إمكانيات هائلة وكبيرة وعظيمة وجميلة؟ نعم صحيح؟ لكن أنت حاطها راكنها في قراج البيت أو حاطها في مكان بس حاطها كمنظر جمالي زينة أو تباهي فيها الناس في النهاية هل حققت القيمة الأساسية من وجودها لديك؟ أنك تركبها وتوصلك وتنقلك من مكان ألف إلى مكان با؟ أردت أو تؤدي بك إلى الذهاب إلى أي مكان تريده؟ طب لو استعرضت إلى موقف طارئ وأردت أن تستخدم في السيارة لكن أنت ما تقدر تستخدمها هل لهذه السيارة أي قيمة؟ أبداً هذا مثال بسيط حتى أجعله مدخل لحلقة اليوم التي سأتحدث فيها عن التحيزات المعرفية التحيزات الإشكاليات الموجودة في معرفتنا الكثير مننا يدعي العقلانية وأنت لاحظ أي اثنين متخاصمين يتناقشون مع بعضهم البعض بتجد أن الأول يطلب من الثاني يقول له يا أخي شغل مخك بس معي عشان تشوف أنت الخطأ اللي واقع فيه الثاني كذلك العكاس الأول بتجده يقول حق الأول يقول له لا أنت اللي شغل مخك لأنك لو شغلت مخك منك بتكتشف مقدار الانحراف والمصيبة والطامة الكبرى في طريقة تفكيرك يا أخي الأول هو انعكاس للثاني الأول في الأفراط والثاني في التفريط النقطة ألف و النقطة باء في النهاية هي انعكاس لبعضهم البعض إذن عين المشكلة؟ هل المشكلة في عقولنا الموجودة؟ أم في طريقة التفكير؟ أم في أمر آخر مختلف تماماً؟ هذا موضوع الحلقة تحديداً اليوم ودعني أتكلم في البداية إذا كنت أعطي مثال عن السيارة فالدماغ الإنساني هو مثل السيارة الموجودة عند كل إنسان كل إنسان من يملك دماغ لكن إيش هو الدماغ؟ هو الجزء الكامل الموجود في الجنجمة وهو أهم أجزاء الجهاز العصبي في جسم الإنسان حيث يجمع المعلومات ويحللها ويسيطر ويدير على معظم أعضاء الجسم وهو كذلك منبع الإنتاج لأي معلومات جديدة هذا هو الدماغ موجود عند أي إنسان؟ نعم موجود عند كل البشر تحديداً لا يوجد إنسان لا يملك دماغ حتى من يصاب بأمراض كثيرة جداً الجنون الخرف الانفصام الشخصي إلى آخره هو في النهاية يملك هذا العقل هذا الدماغ موجود لديه إذن المشكلة ليست أن أنت تملك الدماغ أو ما تملك لا المسألة أمر مختلف تماماً طيب تعال خلنا عشان إحنا أنا همني دياء دائماً في بداية كل حلقة أني أقوم بضبط المصطلحات عشان لما نتكلم عن العقل أو نتكلم عن الدماغ أو نتكلم عن المعرفة يكون عندنا على الأقل معنى واضح محدد حتى ما يتوه الإنسان يمين ويسار طيب العقل ليس جزء في الدماغ بالمناسبة الكثير يخلطون بين الدماغ والعقل إحنا قلنا الدماغ هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن مثل المثال اللي أعطيته في البداية وهو السيارة الموجودة عندك أحدث الطرازات فيها إمكانيات هائلة جداً خرافية هذا شنو؟ العقل أو عفواً الدماغ العقل هو ذلك السائق الذي يستطيع أن يشغل السيارة وأن يسير بها بانضباط وأن يتخطى فيها المسافات وأن لا يقع في أي مطبات ولا يدخلك في أي طوف يعني هذا السائق هو العقل الإنساني إذا نحن عندنا المشكلة ليس في السيارة المشكلة في من يقود السيارة في من يركب هذه السيارة وكيف يستخدمها في واحد يركب لك سيارة من أحدث الطرازات من أروع ما يكون لكن ما فيه إشارة مرور إلا يخالفها ما فيه إنسان يشوف الطريق إلا يدوسه فيه ألعاب بالمناسبة ألعاب بلاي ستيشن الفكرة الرئيسية فيها أن المجرم يركب سيارات ودعم الناس ويقتل الناس هذه فكرة رئيسية ولعبة مجنونة في النهاية لو تزيد الفرص الفوز أيوة عشان أنت تتحصل الفلوس بعد إذن العقل هو ليس جزء في الدماغ وإنما عملية وصف للأنشطة والوظائف العليا في الدماغ خاصة تلك الوظائف التي يكون فيها الإنسان واعيا مثل الشخصية التفكير الجدل الذاكرة الذكاء أفهم من كلامك بأن الدماغ موجود في جميع المخلوقات لكن ما يميز هذه المخلوقات هو العقل السائق بعد خلني وضح أكثر السائق موجود كل إنسان منه عنده سيارة أحدث الطرازات إذا صح البثالة عنه التعبير لو قرر بالصورة بس وكل إنسان منه أيضا هو سائق في حد ذاته لهذه السيارة لكن في واحد يسوقها سياقا محترفة عشرة على عشرة عاقلة عاقلة وهناك من يقود هذه السيارة ولكن يقودها إلى حتفه إلى طامة إلى منحدر عميق أو شاهق فيسقط في الدرك الأسفل إذن السيارة موجودة عند كل إنسان وهي العقل وهي عفوا الدماغ ولكن يقود هذا الدماغ هذا الدماغ هو السائق وهو العقل هذا عشان فأوضح أكثر إذن الدماغ هو الآلة الأداء والدماغ والعقل هو العملية والأنشطة اللي مارسها هذا الدماغ إذن العقل له نصيب من نسبه لأنه يعقل الدماغ جميل جدا كلام جميل جدا نعم يعقل الدماغ جميل أنصح التعبير الآن طيب نعم الآن طيب لما نتكلم أحيانا عن بناء المعرفة أحنا في برنامج الكتاب فكرة دائما نتحدث عن المعرفة الإنسانية وبناء المعرفة الإنسانية ونحن نقدم خدمة معرفية لأي مستمع ونحن نحاول أن نقدم الكتب بطريقة مميزة بطريقة سلسة حتى نقول لأي مستمع لأي إنسان أنت لما تقرأ الكتاب أنت تحصل على مجموعة من الأفكار أنت تحصل على حيوات كثيرة جدا لذلك دائما نذكر أحنا كلمة لعباس محمود العقاد يقول فيها عندما سؤل مرة لماذا تقرأ كثيرا فقال لأن حياة واحدة لا تكفيني أنت عندما تقرأ كتاب أنت تحصل على حياة وخبرات وتجارب هذا الإنسان الذي ألف الكتاب هو قد يكون مكث عشر سنين وهو يألف الكتاب قد يكون هذا الكتاب نتيجة لتجاربه وخبراته في الحياة التي استمرت لعقود طويلة لكن حينما تقرأ هذا الكتاب يخذ منك ساعتين يا أخي ثلاث ساعات يوم يومين ثلاثة أيام أنت تحصل على كل هذه الخبرات الكثيرة في ساعة ساعتين ثلاث في يوم يومين بالكثير إذا كنت شاد روحك ولهذا عندما تحدث على المعرفة فنحن نعني بناء المعرفة ونقول أن بناء المعرفة هو أول خطوات بناء الإنسان التي ينتقل فيها من مرحلة إلى مرحلة أخرى من عالم إلى عالم آخر هي خطوات نحو النجاح هي خطوات نحو الانطلاق إلى الأمام انطلاق صاروخي إلى الأعلى من خلال بناء المعرفة الإنسانية طب إيش هي المعرفة؟ طبعا تعريفات كثيرة جدا ولا أريد أن أدخل في مأزق التعريفات والمقصود فيها والنظرات وكل زاوية تنظر المعرفة باتجاه معين فيتولد عن ذلك تعريف خلنا نعطي تعريف بسيط مسهل المعرفة هي مجموعة المعاني والمفاهيم والمعتقدات والأحكام والتصورات الفكرية التي تتكون لدى الإنسان نتيجة لمحاولاته المتكررة لفهم الظواهر والأشياء المحيطة إذن جزء من المعرفة يتعلق بالتأمل بمحاولة أعمال العقل المعرفة هي مو أعمال الدماغ لا يا حبيبي هي أعمال العقل المعرفة مرتبطة بالسائق اللي يركب السيارة احنا وصلنا حين عندنا سيارة أحدث الطرزات ولدينا سائق ثم لدينا المعرفة التي تمكن هذا السائق من قيادة السيارة القيادة الحكيمة القيادة المنتجة التي تنقله من مسار إلى مسار آخر من طريق إلى طريق آخر من مستوى إنساني إلى مستوى آخر عندما يرى المفاهيم المحيطة به في الشارع من إشارات جميل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مطلقا لم يحتى القرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى أن الإنسان الذي يعلم ليس كالإنسان الذي لا يعلم ولهذا ذكرنا كثيرا في حلقات مختلفة ومنوعة أن أول فرض فرض على كل إنسان مسلم هو القراءة أول كلمة نزلت في القرآن الكريم هي كلمة اقرأ اقرأ ليس جاهد ولا آمن ولا أسلم ولا قاتل الكفار والمشركين ولا صلي ولا صوم ولا زكي لا 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 أبدا أول كلمة نزلت في القرآن الكريم هي كلمة اقرأ على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غار حراء في تلك الليلة الحالكة المظلمة تنزل هذه الكلمة لتنير السماوات والأرض الله جميل كلمة اقرأ إذن البعد المعرفي لهذا يا أخي أنا دائما أذكر هذه الكلمة التي أخذتها من كتاب البوصل القرآني للدكتور أحمد خيري العمري المعجزات التي نزل بها الأنبياء رضوان الله عليهم الصلاة والسلام ورضوان الله عليهم أجمعين جاءت لتعجز الإنسان لتبين له مقدار الأجز الذي هو فيه لذلك كلها معجزات حسية مادية كلها تحس يعني سفينة نوح وعصى موسى عليه السلام وإحياء سيدنا عيسى عليه السلام للموتة وإبرائه للأكمة والأبرص كل هذه المعجزات راحض خط سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ستجد أن تلك المعجزات جاءت لتعجز الإنسان لتبين له مقدار عجزه مقدار استسلامه وخضوعه وخنوعه لكل الأحداث الموجودة المحيطة فيه إلا القرآن الكريم القرآن الكريم استفرد بخاصية رئيسية أنه لم يأتي لإعجاز الإنسان بل جاء للنهوض بالإنسان من خلال إعمال عقله القرآن الكريم يعطيك كلمات تركيبة حروف تركيبة كلمات تركيبة جمل يقدم لك الأفكار هذه الأفكار تنهض بالإنسان من حال إلى حال آخر لاحظ معي لا تعجزه إنما تنهضه إنما تقوم بالإنسان تحول الإنسان من حال إلى حال آخر ونحن نذكر دائما لو كانت تعجزه لما استطاع القراءة أصلا نحن نذكر دائما أن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام كما ذكر مايكل هارت في كتاب العظماء المئة يتكلم عن الرسول لماذا كان الرسول رقم واحد رغم أن مايكل هارت مسيحي كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما يبين ويعلل مايكل هارت الذي تعرض للإضايقات كثيرة لأنه اختار شخصية الرسول رقم واحد في كتاب العظماء المئة الذين أثروا على مجرى التاريخ الإنساني حتى ما حد سيدنا المسيح عليه السلام عن مسيحي حد سيدنا محمد فيذكر يقول لأن سيدنا محمد عندما جاء في بيئة ضحلة في بيئة بعيدة عن كل المراكز الحضارية لم يكن فيها مركز حضاري ولا مركز ثقافي عندما جاء لتلك القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية جاء إلى قبائل بعيدة عن التحضر الإنساني بالكامل اقرأ إن شئت نعم اقرأ إن شئت كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين اقرأ كيف كان يعيش العرب في ذلك الوقت كان عندهم بيوت الرايات الحمراء حينما يذهبون إلى تلك المومس فتحمل فتأتي بالقرعة بالقرعة كان ينسب الولد إلى أحد من أتوها ووقعوا فيها بالحرام كانت تقوم حروب ومعارك ضارية يقتل فيها الآلاف وتستمر عشرات السنين أربعين سنة داحس والغبراء على خيل على سبق خيل حرب البسوس على ناقة جرباء عند العرب ناقة الجبراء الجرباء عب عب حتى أنك تمتطيها وتمشي معها فضيحة وتقوم عليها حرب يموت أبناء العمومة شوف كيف التفكك الإنسان الموجود ما الذي أتى به القرآن الكريم جاء لينهض بالإنسان ليعيد صياغة الأفكار ليعيد النفس الإنسانية من الداخل لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره ما بالبيئة المحيطة فيهم هل هذه الآية تتكلم كذلك؟ أبدا حتى يغيروا ما بأنفسهم طيب شنو اللي تغير في النفس يعني جسمك مثلا الصين عضلات أبدا التغيير يأتي من النفس الإنسانية من الروح من الأفكار تحديدا خلني أخص أكثر من الفكرة كلمة اقرأ والسورة سورة العلق ستجد فيها كلمة القراءة ستجد فيها إشارة للقلم أدوات الكتابة أدوات المعرفة ليس الكتابة القراءة والكتابة الأدوات الخاصة بالمعرفة الإنسانية على مستوى الحضارة الإنسانية حصلت مجموعة من النقلات النوعية يقال أن النقل الأولى في تقريبا 3500 إلى 4000 قبل الميلاد كيف يصار في هذه الفترة تحديدا اللي حصل أن تم اختراع الكتابة بدأ الإنسان يوثق ما يقوم فيه هذه حد أحدثت نقلة نوعية كبيرة النقلة النوعية الثانية كانت في مئة قبل الميلاد تقريبا عندما اخترع آيت سيلون الورق نقلة نوعية إنسانية ثانية النقلة النوعية الثالثة عندما جاءت الحضارة الإنسانية التي أعلت من قيمة وشأن المعرفة الإنسانية النقلة اللي بعدها كانت في عام 1447 لما يوهان جوتنبيرغ اخترع الآلة الطابعة نقلات الإنسان كلها كانت بسبب البناء المعرفي البناء المعرفي المرتبط بالمعرفة الإنسانية والمعرفة الإنسانية مرتبطة بالعقل الإنساني إذن يا سيدي الكريم عندما نتحدث عن العقل الإنساني ونتحدث اليوم عن موضوع مهم هو التحيوزات المعرفية عشان وصل رسالة رئيسية ومهمة جدا أيها الشاب أيها الفتى كل من يسمعنا هل تظن أنك فعلا حرف في طريقة تفكيرك؟ هل تظن أنك فقط من يستخدم الأساليب المنطقية والموضوعية في إعمال عقله؟ أم أن الحقيقة المرة الصادمة أن الإنسان بطبيعة الحال يعاني من الكثير من الإشكاليات ذات الطابع المعرفي نحن لدينا الكثير من التحيوزات المعرفية يا أخوانا أحضر حلقة اليوم وهو مقال وجدت قبل أشهر أرسل لي أحد الأصدقاء وأنا أحضر هذه الحلقة اكتشفت أني أنا لقدم البرنامج لدي تحيوزات معرفية والله إذا قاعد أقول للناس أنظر عليهم وقل لهم أن اخذوا هذه تتعرفوا على التحيوزات المعرفية حتى تبتعد عنها كل كذاب كل إنسان يعاني بشكل أو بآخر من التحيوزات المعرفية التي تؤثر على إدراكه للواقع والتي تؤثر بالتالي على خياراته الموجودة نحن نقدم حلقة اليوم كي نشير إشارة جوهرية ورئيسية أن لدينا بعض الآفات المتعلقة بالمعرفة والبناء الإنساني هي في أصلها تحيوزات معرفية نحن نرتكبها أنا ما قلت نستخدمها لا نرتكبها مثل ما نقول نرتكب الجريمة أو الخطأ نعم نحن نرتكب هذه التحيوزات لذلك كل إنسان يدعو الآخرين لاستخدام عقولهم ولإعمال عقولهم في التفكير وأن يكون إنسان موضوعي غير متحيز إلى آخره من الديباجة الطويلة جدا في حواره مع الآخرين قل له اليوم لحظة يا حبيب ضربوا بريك هل رجعت نفسك؟ هل أنت متأكد أنك ما تستخدم أي نوع من التحيوزات المعرفية؟ هل أنت واثق أن أنت لا تعاني من المشكلة التي تتهم الآخرين فيها؟ أضربوا بريك يا حبيب وفكر في نفسك صاح ستجد أنك تعاني من هذه الإشكاليات أنا الحين لكي أدخل في السؤال طيب نحن نتغل في الفاصل لكن قبل هذا الفاصل أليس التحيوز المعرفي؟ أليس هو ضرب من ضروب الحرية الشخصية لكل إنسان أن يتحيز معرفيا وأن لا يتحيز؟ بعد الفاصل قلت لي؟ تبي تجاوبه حينه وبعد الفاصل لا لا خل الفاصل عشان أستنع عليها إن شاء الله بكم مستمعين للكرام مرة أخرى في برنامج الكتاب فكرة ولازلنا نناقش مقالا بعنوان التحيوزات المعرفية هذه المقالة كانت من تأليف جورج دفورسكي ومن ترجمة حسنين عبد الأمير دعونا نعود مرة أخرى لمحاور هذه الحلقة يدعي كل منا العقلانية وحين نناقش أحدا في موضوع ما غالبا ما نطلب منهم استخدام عقولهم فهل نحن فعلا عقلانيين في تفكيرنا وغيرنا هو غير عقلاني؟ لماذا نتحيز دائما لطائفتنا لجماعتنا لقبيلتنا؟ هل نظن أنهم معصومون عن الخطأ؟ ما الأسباب التي تدفعنا لتجنب الصحف والمجلات التي لا تتفق ولا تدعم آراءنا أو تصوراتنا للحياة؟ ما الأسباب التي تدفعنا للتعلق بالحاضر والخوف من المستقبل؟ هل لهذا علاقة بالتحيوزات المعرفية؟ هل هناك حقا ما يعرف بقانون الجذب أم أنه في الحقيقة عبارة عن تشوه معرفي؟ يسعدنا مشاركتكم على صفحة الفيسبوك ومتابعتكم على قناة اليوتيوب الكتاب فكرة وعبر الأب ستور والبودكاست والتويتر والساوند كلاود والساوند كلاود عفواً أهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى أينما كنتم ونعود إلى السؤال الذي كنا قد تطرقنا إليه قبل أن ننتقل إلى فاصل أليست التحيوزات الفكرية أو المعرفية بها ضربا من ضروب الحرية الشخصية لكل إنسان له أن يتحيز وله أن لا يتحيز سفالح التحيوزات المعرفية هي تشوه هي غياب للوعي والإدراك أحيانا ولذلك هل هي من حق أي إنسان؟ هذه مسألة الحق والاختيار الإنسان هو له أن يختار ما يريد نتكلم اليوم عن التحيوزات المعرفية بهدف أن نوضح لأنفسنا كيف نفكر وكيف ننحاز أحيانا باتجاهات مختلفة ومنوعة الهدف من حلقة اليوم بيان بعض العور في تفكيرنا نحن ومو في تفكير الآخر أنا خطابي دائما في حلقات الكتاب فكرة نريد أن ننطلق من الإنسان لذلك احنا دائما نخاطب المستمع تحديدا نقول له أنت كيف تغير نفسك أنت كيف تنتقل من حال إلى حال اترك عنك الجهات المختلفة الحكومية والخاصة والناس اللي ماشى في الشارع وفي العمل لا 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 تكلم عن أي أحد أبدا نحن نتكلم عنك أنت أيها المستمع تحديدا أنت تعاني من تحيوزات معرفية لا شك نريد اليوم أن نعرفك على نفسك أكثر حتى تحاول أن تتقبل الطرف الآخر أن تفهم نفسك في البداية تتقبل نفسك ثم تتقبل الطرف الآخر كائنا من كان وأن تدرك أن الطرف الآخر هو انعكاس لك في الحقيقة إحنا ترى واللي ناقشهم ونتجادل معهم إحنا انعكاس في الواقع طبيعة تفكيرنا والمنطلقات التي ننطلق منها متشابهة إلى حد مرعب حد خرافي لا نظن أحيانا أن كل تلك التهم التهم التي نوقيها جزافا ذات الأمين وذات الشمال موجودة فينا أصلا لذلك الحديث عن التحيوزات المعرفية هو تحديث أن أنفسنا نحن كيف نفكر وكيف يفكر الآخر ومعرفة الإنسان لنفسه تساعده أيضا في النهوض بنفسه في النهاية طيب دعني أتكلم شوي عن يعني في الحديث عن التحيوزات المعرفية لا بد أن أعود إلى عالم الاجتماع العظيم الدكتور علل وردي لا يسعني في هذا المقام إلا أن أدخل وأتكلم عن بعض ما ذكره في كتاب مهزلة العقل البشري حينما أتحدث عن الإطار الفكري وعن العادة الفكرية ليش هذه منطلقات أيضا لأقول لكل مستمع هل أنت تفكر بحرية؟ لا يا أخي منك لا تفكر بحرية؟ أنت لا تفكر بحرية في عندك بعض العوائق في تفكيرك إذا استطعت أن تتجاوز هذه العوائق تستطيع أن تفكر بحرية نوعا ما لكن هل نستطيع أن نتجاوزها تماما أبدا؟ تبقى لهذه العوائق بعض الشوائب موجودة في دواخلنا التي تؤثر على طريقة أنماط التفكير طيب أليست هي سلبية؟ لماذا تبقى إذن في تفكيرنا؟ هي جزء أساسي من تكويننا النفسي التحييزات حتى علماء النفس عندما تحدثوا عن التحييزات النفسية يعتقدون علماء النفس أن التحييزات المعرفية تساعدنا في معالجة المعلومات القادمة إلينا بكفاءة أعلى وخاصة في الحالات الخطيرة في لها فوائد نعم لكن علينا أن لا ننجر خلفها تماما نحن نتكلم عن تحييز الجماعة من ضمن التحييزات الرئيسية تحييز الجماعة في منا جانب من الصحة أنت حينما تدخل ضمن دائرة الحراك المجتمعي حراك القطيع كما يسميه البعض أحيانا قد تكون هذه التحركات غير واعية ولكن الدخول ضمن العقل الجمعي مع المشاكل الموجودة لديه لأنه يفيدك على الأقل يحميك في ناحية من النواحي أنت لا تستطيع أن تصطدم بالمجتمع في لها فوائد نعم في لها فوائد نقول فيها إثم كبير ومنافع للناس نعم صحيح جميل التشبيه خلينا نتكلم عن الإطار الفكري يقول الدكتور عالي وردي أن العقل البشري مغلف بغلاف سميك لا تنفذ إليه الأدلة والبراهين إلا من خلال نطاق محدد محدود جدا مؤلف من تقاليد البيئة التي ينشأ فيها الإنسان في الغالب وهذا اسم هذا النطاق الإطار الفكري يعني الإطار الفكري كما شبهه الدكتور عالي وردي هو قيد لا شعوري موضوع على العقول ولا نحس به هو شبيه بالضغط الجوي الضغط الجوي ترحنا ما نشعر فيه الضغط الجوي موجود هل في واحد اليوم يقول لك ما في شيء اسمه الضغط الجوي أبدا موجود لكن متى تشعر أنت بالضغط الجوي وكيف يؤثر عليك حينما تنتقل إلى ارتفاع مختلف لما تنتقل إلى ارتفاعات مختلفة نزولا أو صعودا تشعر تبدأ تشعر بالضغط الجوي وكذلك الإطار الفكري أنت متى تبدأ تشعر فيه وبضغط هذا الإطار على طريقة تفكيرك لما تنتقل إلى بيئة جديدة لهذا معروف عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان لديه مذهبين في واحد في الشام والآخر في مصر طب ليش تغيرت بعض الآراء الفقهية لدى الإمام الشافعي تغيرت طبيعة الوضع والمجتمع مختلف تماما لذلك يا جماعة الخير إذا كنت من أهل الخليج فتابع شوف علماء الخليج شك يقولون لك لأنهم أفهم وأدرى عادة بالمجتمع اللي هم عاشين فيه اللي في المغرب العربي في أقصى المغرب العربي شوف علمائك هناك ومشاخك شك يقولون لك لهذا الكثير من بالمناسبة الاختلافات الموجودة في المذاهب والآراء الفقهية تختلف من مكان إلى مكان آخر تختلف طبيعة البيئة الموجودة هذا على مستوى الآراء الفقهية وكذلك الكثير من تصوراتنا العقلية تجد الإنسان اللي عيش في مجتمع محافظ يفكر بطريقة مختلفة عن المجتمع المنفتح اللي عيش في دول إسلامية لا تفكير مختلف عن نعيش في دول غربية مفتوحة المسألة مختلفة ليش؟ لأن البيئة تغيرت الإطار الفكري تبدأ تحس فيه مرة أخرى عندما تتغير من البيئة التي تعيش فيها هذه القيود الموجودة على عقلنا تبدأ تتفتح عندما تغير بيئتك طريقة تفكيرك تختلف تبدأ تنظر للحياة من منظور آخر مختلف تماما هذه المسألة اللي يجب أن تأخذ بعيد الاعتبار إذن لدى كل واحد مننا إطار فكري مبني على البيئة الموجود فيها بالمناسبة يعني أنا لا أحب أن أشير إلى آيات ونصوص مقدسة حتى لا يفهم الآخر أنها نوع من الفهم لهذا النص الشريف مثل حديث الرسول عليه وآله الصلاة والسلام كل ابن آدم يولد على الفطرة فأبوه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه طب جعل تأثير البيئة الاجتماعية اللي نشأ فيها الأسرة لها تأثير عن الإنسان وأفكاره طبعا وإحنا نتكلم في هذا الحديث نشاهد أو نلمح الحديث عن الأفكار ذات البعد العقد الديني الكثير المسلمين اليوم مسلمون لأنهم ولدوا هكذا الكثير من المسيحيين هم مسيحيون ولدوا هكذا اليهود ولدوا هكذا ومن الناب المناسبة من النادر جدا أن تسمع بإنسان تحوله من دين إلى دين آخر بناء على قراءته والطلاعه وتعرفه ترى هي موجودة ما أقول لك لا مو موجودة لكن كم حجمها فيها الكثير من المعايير المختلفة عموما لدينا أيضا إشكالية ثانية تتعلق بالجوانب المعرفية لدينا ويذكرها الدكتور علي الوردي وهي العادة الفكرية وهي أن العقل الإنساني يفكر استنادا على مجموعة من المقيس والمعلومات السابقة أنا الآن كل مثال أعطيه أحاول أن أتكلم من واقع البيئة التي نعيشها حتى نقرب بالمستمع هذا البناء على الأمثلة ومحاولة أعطاء أمثلة من داخل البيئة التي يعيش فيها الإنسان هي محاولة للتعامل مع العادة الفكرية في تفكيرنا اليوم إنسان يعيش في سيبيريا تكلم عن الجمال بيفهمه هو شو الجمل إذا ما شاف صورة إذا أنت ما شرحت له ما بيفهم كذلك الإنسان اللي يعيش في غابات والأدغال لو كلمك عن بعض المخلوقات الموجودة هناك أنت بتحاول تقول لي أخي قرب لي أنه شبيه مثلا بالقرد أو شبيه بالأسد شبيه لي أحطني مثال حتى أقرب الصورة لدفسي هذا هو جزء من العادة الفكرية اليوم الكثير من نقاشاتنا تجد الإنسان الآخر يحاول أن يقرب الفكرة اللي أنت قاعد تعطيه ليها إلى شيء محيط موجود فيه حتى يستوعد معك صح ولا لا هل ترى آفة هي مشكلة أنت تستخدمها لكن عليك أن تستخدمها بقدر لهذا أنا كثير حريص دائما عندما أضرب الأمثلة أن أضرب أمثلة فاقعة تماما حتى أوضح الصورة لأن إذا بنضرب مثال بسيط ممكن كل واحد يدخل فيه في مجال مختلف تماما هذا جزء من العادة الفكرية هناك ملاحظة أيضا أستاذ فالح لا أعلم أن كنت تتفضل بالتوضيح عندما هناك يدور نقاش معين بين أفكار مختلفة كل قطب أو كل أو كل طرف من هذه الأطراف من أطراف الجدال يحاول إقناع الطرف الآخر بالحج التي يعني لو كانت قد قيلت له لكان اقتنع بها جميل صحيح صحيح كل واحد هاي طريقة هاي مشكلة في طريقة التفكير أننا نريد أن نقنع الآخر بنفس الآليات التي نقتنع ونحن بها خذ مثال يعني كثير من الشباب الملتزم الصالح الطيب اللي حافظ الآيات القرآنية وحديث شريفة عندما يناقش أي إنسان آخر تناقش ملحج على سبيل المثال عادة الإنسان الملتزم يلجأ لآيات وأحاديث قرآنية طب غلط هو الشخص أصلا يقول لك أنا لا أؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى على الله وعند ذلك علوة كبيرة طب أنت كيف تعطي آيات وأحاديث أنت لها الآن عليك أن تستخدم أسلوب آخر أن تحاول أن تلجأ للطريقة التي يفكر بها هو يفكر بالمنطق وبمنظور العلمي هات لتقارير وهات لمقالات علمية تثبت وجود الله سبحانه وتعالى أنا الآن أقرأ الكثير من المقالات في مجلات علمية كبيرة ورزينة ورصينة وتتكلم عن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى خذ لما قولت من بعض العلماء لأن هذا الشيء بيأثر عليه تأثير كبير جدا أما تقول للعالم الشيخ الفلاني يقوله الشيخ الفلاني بقول لك أنا أصلا مو مؤمن بالشيخ ولا مؤمن بوجود آيات وأحاديث مو مؤمن بوجود إله في هذا الكون فلا تناقش بالآيات الحديث عليك أن تخرج من دائرة تفكيرك اللي أنت تقتنع لذلك يا أخي بتجد حتى في الآيات القرآنية الكريمة ترى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى جاءت بأكثر من صيغة بأكثر من منهجية بأكثر من طريقة هناك الآيات التي تحدث بشكل عاطفي وهناك آيات عقلانية وهناك طلب للتأمل الفكري في هذا الكون يعني خذ موضوع العقل مثلا ورد في القرآن الكريم بصيغة فعل العقل تسعة واربعين مرة وجاءت مثلا بصيغة تعقلون يعقلون يعقلها ناعقلوا عقلوه يعني من ضمن هذه الآيات مثلا يقول الله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون خذ لفظ آخر ورد في العيات القرآنية للدلالة على العقل والتفكير الألباب ورد ستة عشر مرة في القرآن الكريم منها قوله سبحانه وتعالى وما يذكر أولو الألباب والألباب صفة أصحاب العقول ورد بصيغة النهى الدالة على العقل مثلا مرتين في القرآن إن في ذلك لعيات لأولي النهى ورد بصيغة بلفظ الفكر الذي هو نتاج العقل فثمنطعش مرة فورد بصيغة فكر تتفكروا تتفكرون يتفكروا يتفكرون لحظ معايح نتكلم عن آيات تتحدث عن العقل وطريقة التفكير وتجد آيات أخرى تتكلم عن مدلولات عقلية بحتة في اقرأ انشئت قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام والحوار اللي كان يخوضه مع الشمس والقمر اقرأ انشئت حديث سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالمناسبة قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام من القصص التي تشير إشارة واضحة وقوية إلى استخدام العقل في الحجة في الحجة مع النمرود اللي قال لا أنا أحيي وميت لما صار النقاش النمرود يقول لسيدنا إبراهيم أنت ربك يحيي ويميت أنا بعد أحيي ويميت هاتوا الاثنين هذا حكمت عليه بالعدام قتلوه وهذا خلاص حي يرزق طلعوه أنا أحيي وموت إبراهيم عليه السلام في النهاية فكان بإمكانه تقديم مجزة طبعا طبعا مثال لذلك سيدنا إبراهيم إيش قال له الله سبحانه وتعالى يأتي بالشمس من المشرق تعالي النمرود عطنا طلعني الشمس الله يخليك من المغرب سوى نهف خلاص فبهد الذي كفر إذن خطاب عقلاني أنا أعطيك بس مثال على كيفية مخاطبة الناس لذلك إذا أردت أن تخاطب إنسان ملحد عليك أن تستخدم الأدوات المعرفية التي تتناسب مع طريقة تفكير هذا الإنسان ملحد اليوم شبابنا في الحديث عن الموضوعات التي تكلم عن الدافع الجنسي وانسياقاتهم وانحرافاتهم ذات الطابع الجنسي يا أخي حلو أنك تذكر آيات قرآنية لكن أيضا تذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء لشاب وقال إذن لي بالزنة كان بإمكان رسول عليه الصلاة والسلام قوله اقطعوا رأس هذا المنافق أنت تتاني أنا رسول وتقول لي ذن لي بالزنة يقول لي ما تستحي والآيات القرآن لا لا أبدا أبدا كلمه بخطاب عقلاني من البيئة اللي هو عايش فيها ترضاه لأمك لأختك لخالتك لعمتك وكذلك الناس اللي يرضونها بعدين دعاله خطاب عقلاني ولا لا خطاب عقلاني إذن نريد أن نشير أن في العادة الفكرية نستفيد من هذا البنت تحديدا أننا حينما نناقش الآخر علينا أن ننطلق من منطلقات اللي يفكر فيها فكر شوف كيف يفكر وخاطب بهذا الطريقة إذن مرة أخرى من ضمن الإشكاليات الموجودة في أنماط التفكير أنها هي ما يسمى بالإطار الفكري ثم ما يسمى بالعادة الفكري هذا على مستوى كلام الدكتور علي الوردي طيب إذا التحيوزات الفكرية طبعا هي موجودة لكن بما أنها موجودة كيف تحصل هذه التحيوزات من الأساس أليس الحق بين والباطل بين أليس هناك أبيض أليس هناك أسود والله واحدة من أكبر مصايبنا هي النظر باللون الأبيض والأسود واحدة من أكبر الإشكاليات اللي عيشها شباب اليوم هي الحياة عنده لونين أبيض أسود وعلى فكرة هذه واحدة من إشكاليات العقل الجمعي العقل الجمعي عقل حدي قمعي قصفي يتعامل مع الطرف الآخر بنوع من الحدية والمفاصلة حياه موت يأخذ كل النقاشات بمنظور ومنطوق الحلال والحرام أو بمنظور ومنطوق الحق والباطل حتى مع الإشكاليات أو الأمور اللي تحتاجنا تأخذ وتعطي فيها وتناقشها من معي فهوث الجنة ومن ضد يفهوث النار أيوة هذه واحدة من الإشكاليات الكبيرة النظر باللونين أنا حاب أقول لكل الشباب اليوم ترى الحياة عبارة عن مزيج من الألوان مو أبيض أشود لذلك في تعاملك مع الطرف الآخر كائنا من كان مختلف معاك في العقيدة مختلف معاك في الايدولوجيا مختلف معاك في طريقة التفكير في البيئة في اللون في العرق في أي مستوى من الاختلافات الموجودة وإحنا البشر أصلا اللي يميزنا عن باقي المخلوقات هي التنوع مو في الشكل بالمناسبة التنوع الموجود في مجال الفكر والله سبحانه وتعالى من آياته اللي خلقها فينا كبشر إن جعلنا زوجين ذكروا أنثى وأنه أوجد الشعوب والقبائل عشان نتعرف ومقياس التفاضل والمفاضلة بين إنسان وآخر مو بالجنس ولا باللون ولا بالهيئة ولا بالشكل ولا بالقبيلة ولا بأي شكل من أشكال بل هو مقياس بكرمكم عند الله أتقاكم التقوى بالمفهول الضيق الديني الشرعي والمفهوم الواسع الإنسان يقدم الخير لنفسه ويقدم الخير لمجتمعه إذن هذه النقطة أنا أتحسس منها بالذات اللي يقول لي أبيض وأسود ماشي أبو علي أتقول لي مرة ثانية أقول لي مرة ثانية إيه عطنا مرة ثانية التحييزات المعرفية موجودة نعم هي تحييزات موجودة ونمارسها أحيانا على نطاق ضيق أو نطاق واسع وبالمناسبة الإنسان المفكر أو المثقف عادة يمارس مثل هذه التحييزات لكن على إطار ضيق أضيق من الإنسان العامي وبالمناسبة حتى الدكتور علي الوردي تكلم أن الإطار الفكري أو حتى لا ليش عفوا يقول عن العادة الفكرية يقول أن العادة الفكرية هي ليست إشكالية موجودة لدى عوام الناس وحدهم فكل مفكر مهما علت منزلته الفلسفية لا يستطيع أن يفهم شيئا جديدا إلا على أساس ما فهمه سابقا يتكلم هنا عن العادة الفكرية أو الإطار الفكري إذن هي موجودة نعم وإحنا هدف الحديث اليوم هو أن نتكلم عنها ونبينها بنوع من الإيجاز حتى نبتعد من الوقوع فيها في حواراتنا ونقاشاتنا عموما الدماغ البشري كما يقول المؤلف هذا المقال جورج يقول أن الدماغ البشري قادر على تنفيذ مليارات العمليات الحسابية في الثانية الواحدة الذي يجعله أقوى بكثير من أي حاسوب موجود حاليا ما في أي حاسوب في هذه الكرة الأرضية ولن يخترع أصلا حاسوب بمثل مقدرة عقل الإنسان سبحان الله لكن هذا لا يعني أن قدرة عقولنا غير محدودة مطلقا هي محدودة في النهاية وهناك إحدى الإشكاليات التي تعرض لها عقولنا بطريقة تفكيرنا وهي التحييزات المعرفية ويعتقد علماء النفس أن هذه التحييزات المعرفية تساعدنا في معالجة المعلومات لا تحارف أنت عندك معلومات كثيرة جدا لتأخذها اليوم بالذات مع الانفجار الإنترنت والاتصالات الموجودة تحصل على الكثير من المعلومات شي اللي يصير؟ اللي يصير أن دماغنا يفلتر هذه المعلومات بحسب التحييزات اللي أنا بصردها الحين بتكلم عن بعضها بنوع من الإسهاب وبعضها بمر عليه مرور الكرام طيب نتكلم أولا عن التحييزات يعني ربما نعرفها شيئا بسيطا لكن بعد فاصل نتعرف بعد هذا الفاصل عن التحييز الأول وهو التحييز التأكيدي أهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامج الكتاب فكرة ولازمنا نتحدث عن التحييزات المعرفية سالفالح نتكلم الآن عن تحييز من هذه التحييزات ومن بعد ذلك أيضا نتطبق لبعض التحييزات التي تؤثر على العقل البشري وتحد من تفكيره التحييز الأول يسمى بالتحييز التأكيدي طيب ما هو هذا التحييز؟ التحييز التأكيدي واحد من أكثر التحييزات الموجودة والممارسة فعليا على أرض الواقع من قبل الكثير من الأشخاص التحييز التأكيدي يتحدث عن أننا نحب أن نوافق الأشخاص الذين يوافقوننا في الرأي ونحب نمشي مع هؤلاء الأشخاص فتجد عادة الإنسان يحب يمشي معا لي يشاركون نفس الأراء ونفس المعتقدات ونفس الرؤية ويبتعد عن كل أولئك الأشخاص اللي يختلفون معاه في الأراء في المعتقدات في الرؤية حتى على مستوى الأراء السياسية تجده يبتعد عنه وهذا طبيعي عند البشر أكثر من شذيه يتكلم الكاتب أن أحد الأسباب اللي تدفعنا لاختيار مواقع معينة محددة في استقاء الأخبار وفي المتابعات الفنية وفي القراءات الفكرية المختلفة بتجد أن نحن ننقاد إلى مجموعة محددة من المواقع نختار صحف معينة نتابع قنوات تلفزيونية معينة ليش؟ لنحن نبحث عن التحيز التأكيدي يبدو لي بأنك تتحدث عن شخصية تنظر لمن يخالفها نظرة ازدراء أو ترفع لا أنا ما أتكلم عن الآن نظرة الإزدراء أو ترفع بقدر ما أتكلم عن الإنسان يشعر بالراحة فقط عندما يمشي ويتابع من يوافقونه ومن لا يختلفون معه في الأراء وفي المنطلقات وفي الأفكار كل واحد فينا يبحث عن هذا النوع من الأشخاص أنا أذكر قرأت من زمان دراسة في علم النفس تقول أن الناس عادة الأصدقاء اللي الثنين تربطهم علاقة صداقة لا بد أن يكون لديهم مجموعة من القواسم المشتركة فهذا يعطينا نوع من القواسم المشتركة أنت بتجد كل مجموعة تناسب شون مع بعض قروب بتجد أن في بينهم الكثير من القواسم المشتركة الأمور اللي تربطهم وأنا أتحدث الآن تحديدا عن الجوانب المعرفية فنحن نميل إلى اجتناب الأفراد والجماعات ومصادر الأخبار التي تجعلنا نشعر بنعدام الارتياح والأمان حول آرائنا شفت المصيبة وين؟ يعني إحنا ما نبحث عن الرأي الآخر شيقول لا لا أبدا إحنا أصلا نورب من أي قناة أو صحيفة أو شيخ أو مفكر أو مثقف يتحدث بطريقة أخرى عن الكلام اللي إحنا متعودين نسمعه هذه واحدة من الإشكاليات الكبيرة بالمناسبة إذا استطعنا أن نتخطاها إحنا انطلقنا إلى أفق واسع جدا إلى استطعنا بهذا أن نكسر قيد الإطار الفكري وأن نتعرف على الآخر لذلك مشروط الباحث العلمي لاحظ معاي مشروط الباحث العلمي أن يستقي معلوماته في البحث من أكثر من مصدر منوع مختلف ويعتبر الباحث اللي يأخذ من مصادر وحدة لها نفس الأراء يعتبر عنده مشكلة كبيرة جدا ويعتبر أخل بمبدأ الموضوعية هذا في البحث العلمي في حياتنا إحنا مطالبين أن نشاهد وأن نتعرف على الأراء الأخرى لكن مثل ما قلت لك المشكلة إحنا ليش ما ننتقل إلى الأراء الأخرى لأنها تشعرنا بنوع من عدم الأمان تشعرنا بنوع من الخوف الداخلي اللي يدفعنا لتجنب كل هذه المصادر اللي تعطينا معلومات مخالفة لما نفكر فيه لهذا السبب أحيانا أنت تعطي مقال مثلا ترسله لبعض الأصدقاء بطريقة تخالف نمط تفكيرهم بتجد هجوم شرس عليك هجوم شرس لن تجد قبول للرأي اللي قاعد تطرحها هذه المشكلة ليش؟ لأن نحن نبحث عن التحيز التأكيدي بالمناسبة هذا ما يسميه عالم النفس سكينر يسميه التنافر المعرفي نحن نخشى من التنافر المعرفي نحن نبحث عن كل ما يؤكد المعلومات اللي موجودة لدينا كنت أناقش مرة أحد الشباب أحد طلابي اللي عرفت أنه أصبح ملحد ألحد وسافر عاش في الواتف المتحدة الأمريكية فالتقيت معه مرة قتلت تعاليه بخلنا نسؤلفه شوي وقعدنا والله نتناقش في بعض أنا يمكن في حلقة من الحلقات تكلمت عن طبيعة النقاش اللي دار بينه وبينه لكن يحضرني هنا مثال لما طلت منه قتل يا أخي أنا شوف أنا ما يهمني في النهاية أنا بس حاب أعطيك أكثر من موقع إنترنت أتمنىك تدخل تأخذ فكرة عنهم فقال لي لا قلت ليش ما تعطي نفسك الفرصة خايف يعني أعطي نفسك الفرصة تعرف على أراء المختلف فقال العمومي عطني أهم وباتشوف بقراهم أو لا أنا متأكد أنه ما أفتحهم يعني ليش لأنه لحظت أنه كان يذهب إلى مواقع معينة ويقرأ كتب معينة ويشاهد مقاطع فيديو ومحاضرات لشخصيات معينة تؤكد فيه وتعزز مبدأ للحاد واللا دينية وعدم الإيمان بوجود إله هذا أنت بتلاقي صعوبة تكسر حاجز أن ينتقل إلى معارف أخرى عشان ينتعرف أكثر بتجد مشكلة كبيرة جدا لذلك اليوم إحنا في ظل التطاحن الطائفي الموجود في المنطقة ستجد الكثير مننا لا يقبل مطلقا أن يتعرف على وجهة نظر الآخر بشكل موضوعي ستجد أننا نخضع لمحاكمات للطرف الآخر نحكم لدينا مقصلة العقل الجمعي يستحيل أن نقبل أن نستمع للطرف الآخر كائنا من كان وأنا اليوم أقول لك لا يا حبيبي ليش ليش تقع في هذا المأزق أعطي نفسك الفرصة يا أخي الله سبحانه وتعالى جل في علا أعطى إبليس أن يتكلم يعبر عن راية في حوار مذكور في القرآن خلده القرآن الكريم بين إبليس عليه لعنة الله والمنعوم في القرآن والذي لعنه الله سبحانه وتعالى وبين الله جل في علا خطاب حاطة لك في القرآن الكريم يعني الله سبحانه وتعالى أعطى إبليس المجال نعبر عن راية يا أخي أكثر من ذلك فرعون اللي يقول ما علمت لكم من إله غيري وهذه الأنهار وتجري من تحتي يقول خطب الناس يعني دع الألوهية إله شف روحة إله رب الله سبحانه وتعالى يأمر سيدنا موسى وهارون ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينة تصور معاي يعني أنت تعطي أقول لك القرآن خلد ما قولت فرعون أنا ملين أتيت بأنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري القرآن سجلها أعطيك مثال ثاني طبعا إحنا كيف عرفنا أن كفار قريش قالوا عن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام أنه مجنون وأنه ساحر وأنه كاهن القرآن سجلها لنا جماعة الخير موجودة في القرآن الكريم يحكي لنا القرآن الكريم عن كل هذه المذبمات التي قيلت في حق الرسول عليه الصلاة والسلام لكن يا أستاذ حشن هل نزلت من قيمة الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا ولا بمقدار أنملة ولا بذرة حتى أكثر من ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن باسمه محمد عادي يعني يا أيها النبي مثلا يعني ذكر باسمه في أكثر من موضع في القرآن الكريم ولم يذكر حتى بكنية لكن في واحد ذكر بكنية من هو الوحيد الذي هجي في القرآن الكريم بالاسم خصفص بالاسم وبكنية أبو لهب صح؟ صحيح ما إيش الفكرة اللي حاب أوصلها؟ التحيز التوكيدي واحدة من إشكاليات طريقة تفكيرنا أن لنا لا نعطي أنفسنا أنا أقول لك مو أعط للآخر فرصة أن يعبر عن شعور أو يذكر لك رأيها لا 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 أنا أقول لك أنت أعط نفسك الفرصة للتعرف على الآخر ولي طريقة تفكير الآخر لتستمع حتى نعم أعط نفسك الفرصة أنك تسمع تفهم شي قاعد يقول الأخ الثاني افهم بس خذ فكرة يعني أعطى المجال يعبر عن نفسه القرآن الكريمة أعطى إبليس المجال يعبر عن نفسه ذكر لنا فرعون يش يقول سطر لنا بعض المقولات الكفرية الشركية الذن والقضح في الرسول عليه وآله الصلاة والسلام عشان يعطيك فرصة اسمع لآخر شي يقول اسمع لآخر إحنا اليوم عندنا إشكالية نسبة إلحاد مرتفعة لأن الشباب لديهم بعض التساؤلات يا أخي عاطي الشباب الفرصة أن يعبر عن نفسه لكن في حدود يا أخي في حدود اللباقة في الحديث لكن في النهاية لما أنت ما تعطى الإنسان الفرصة أن يعبر عن نفسه هو يعبر في النهاية يعبر إحنا إشكاليتنا اليوم لدينا الكثير من حسابات تويتر وفيسبوك أشخاص وهميين يحط لك شخصية وهمية ولما يعبر عن أفكاره يعبر عنها بطريقة بذيئة بالسباب وبالشتام لا إحنا يقول حقي شباب يعبر عن نفسك بطريقة محترمة اطرح أي فكرة تريدها لكن بطريقة محترمة وتقبل نقد الآخر وتقبل الفكرة الموجودة من الآخر مرة ثانية أعطي نفسك الفرصة تعرف أنا ما أقول لك أعطي الآخر فرصة يعبر عندي لا لا أعطي نفسك أنت الفرصة تتعرف هذا الشيء لك أنت إذا أعطيت نفسك الفرصة يزيد الأفق لديك طيب أين كان هذا الآخر إن شاء أقول لك إبليس إبليس في القرآن الكريم إبليس في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى جل في علاه أعطاه الفرصة بل سطر لنا حتى ذلك الخطاب كيف سيغوي بني آدم تكلم إبليس صح لله بتجد الكثير من المقولات لكفرة ومنحدين ومشركين وأعداء لله سبحانه وتعالى فرعون يا أخي في كلمات الكفرية البذيئة موجودة لكن ليس الهدف بس إبراز هذه الكلمة لا لا أبدا الهدف أعطل الإنسان الآخر المجال ليعبر عن نفسه ليطرح أفكاره وأن ترد على هذه الأفكار وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن بمعنى أنه إن لم تكن لديك الاستعدادية لتسمع فلا تسمع يا أخي أنا أقول شيء ثاني أنا أقول يا أخي إحنا عندنا مشكلة معرفية حقيقية والكثير من شوف أنا متى عرف أن الإنسان فقد ما عنده شيء خاوي لما يستخدم أسلوب السب والشتم مع الخصم من مكان كيون هذا الخصم إذن هو يعاني من مشكلة هو ليس لديها أي حجة يتكلم فيها لذلك السب والشتم هم حجة الضعيف اللي يخذوهم بالصوت هذه حجة الضعيف إنسان ما عنده شيء يعطيه لذلك يا جماعة الخير اقرأ أعطي نفسك المجال للحصول على المعرفة الإنسانية تابع المحاضرات واللقاءات ذات البعد الفكري وطور نفسك بعدين أنت بتناقش ناقش أي إنسان ما في مشكلة ناقش نحن الآن في فضاء مفتوح أنت ما تقدر الآن تحد على الإنسان لكن ربما المستمع لا تكون لديه تلك الملكة التي بها يستطيع استنتاج حجج أو براهن يعني حتى يعني يقنع بها الطرف الآخر من أجبرك على الدخول في نقاش مع أي إنسان آخر؟ ما فيه أجبرك ما فيه نحن الآن نتكلم عن إحدى التحيزات المعرفية وهو التحيز ما يسمى بالتحيز التأكيدي أننا نحب أن نرافق الأشخاص الذين يوافقوننا في الرأي أن نسير وأن نتقرب من الأشخاص اللي يوافقوننا في الرأي نمشي معهم هذا التحيز معرفي أنت إذن لم تعطي الطرف الآخر الشخص الآخر نحن نقول لنا اليوم الحياة مو أبيض وسود الحياة مزيد كبير من الألوان التحيز التأكيدي هو مشكلة كبيرة علينا أن نتجاوزها من خلال إعطاء النفس المجال للتعرف على الأراء الأخرى من خلال القراءة في الثقافات المختلفة والمنوعة لأن كل إنسان من ما كان يكون هذا الإنسان لا بد أن يكون لديه حق نحن اليوم نتعرف على أمور حق من الإبليس من إبليس اللعين أنه وسعي حاربنا وأنه لديه أسالي في الغواية نحن نتعرف عنه في القرآن الكريم لديه خطبة أصلا مسجلة أيضا في القرآن نعم والخطبة اللي بيقولها في يوم القيامة أيضا موجودة عندنا حتى كلامه وصح كلامه يا أخي هل كان في لحظة من لحظات لإبليس سلطان علينا ما ضربتك نعم أنا أعيب على كل من يتحجج بالجن والشياطين في كل مشاكل حياته الجن والشياطين يا أخي ربنا في القرآن الكريم يقول أن إبليس ليس له سلطان على الذين آمنوا ما لا سلطان علينا يا جماعة الخير هي النفس نعم القدرة مصيبة إذا كان الشيطان يستطيع أن يؤثر علينا وأن يحدد من اختياراتنا وأن يقودنا وأن يؤثر علينا في كل مجالات حياتنا هذه مصيبة معناتنا ليش الله سبحانه وتعالى حسبنا على ذب إحنا ما اقترفنا صح وإن لا صحيح أي لا لا جماعة الخير تركونا من الحتي يالله يخليكم أذكار الصباح والمساء وتحصنك ودائما إذا وقعت في مشكلة ابحث عن الخطأ اللي أنت وقعت فيه ابحث كيف تتعامل مع هذه المشكلة لا تبحث عن شماعة إبليس والجن والشياطين والعين لتبرير كل المشاكل المصائب اللي تقع فيها العين حق؟ نعم حق إبليس والجن والشياطين موجودين؟ نعم موجودين لكن ما يصير تخلي كل حياتك مرهونة كل ما صار عندك شيء؟ معات الجن والشياطين وحسن طلعت أنت على الموضوع حسن نرجع مرة قاني إذن نتكلم عن التحيز التأكيدي عرفنا نعم التحيز للمجموعة شنو؟ ما هو؟ الآن ننتقل إلى تحيز آخر وهو التحيز للمجموعة والتحيز للمجموعة مرتبط بالتحيز التوكيدي التحيز التأكيدي قلنا هو أن نحب أن نوافق ونرافق الأشخاص الذين يتشابهون معنا في الرأي وفي طريقة التفكير وفي الآراء إلى آخره التحيز للمجموعة هو تحيز تأكيدي يقوم على بعض الميول الفطرية الموجودة في داخلنا وهي الميل نحو القبيلة ولكن بعد أن أفتح قوسين وأقول هو الميل للطائفة الميل للجماعة الميل للأيدليوجيا الميل أصحاب العيون الزرق الحلوين وأصحاب العيون البنية مثلا أيها نعم في صناعة الطغيان نعم نتكلم هنا يعني شوف بتلاقي على مستوى التيارات الإسلامية الموجودة ستجد أن كل شباب مجموعة شباب من تيار معين لا يشترط أن يكون هذا التيار في حركة جماهيرية معينة أو حزب أو جمعية لا لا بتلاقيهم نفس المظهر نفس السمت ماشي مع بعض هذا تحيز للمجموعة التحيز للمجموعة أيضا يشكل إحدى التحيزات المعرفية لأن المجموعة مهما كانت فيها جوانب صحة وفيها خير لابد أن يكون فيها مظاهر سلبية إحنا أو يعني تكلمنا في خمس حلقات متتالية عن المؤمن الصادق أفكار حول طبيعة الحركات الجماهيرية لعالم نفس الاجتماعي إيريك هوفر أفردنا هذه الحلقات وتكلمنا عن تأثير المجموعة والحركات الجماهيرية والحركات الجماهيرية اليوم كثيرة جدا منها الرسمي ومنها غير رسمي منها المنتظم اللي فيه هيكل تنظيمي واضح المعالم وفيها الهيكل الإنسيابي موجودة في كل مجتمع لا يوجد مجتمع إنسان اليوم لا يوجد فيه جماعات وحركات آيدولوجية مختلفة كما تكلم إيريك هوفر فيها سواء كانت من مطلقات دينية ليربطهم روابط دينية أو روابط طائفية أو روابط عرقية أو روابط آيدولوجية تمام؟ في ناس يقول لي يا أخي شو اللي آيدولوجيا عوات رأسنا؟ الآيدولوجيا هي منظومة الأفكار التي تجعلنا نرى الحياة بمنظور معين ويختلط فيها قوة عاطفية كبيرة مثال؟ على الآيدولوجيا؟ على الآيدولوجيا عندك القومية العربية هي آيدولوجيا؟ منظومة أفكار ويختلط فيها الجانب العاطفي النازية آيدولوجيا الصهيونية آيدولوجيا يتضح المقالة الفاشية آيدولوجيا لديك الحركات الإسلامية الموجودة إجمالا هي تدخل في الآيدولوجيا حركات السلفية الجهادية هي آيدولوجيا الجماعات الإسلامية المختلفة والمنوعة كلها آيدولوجيا لذا كحنا نقول لا يستطيع أي إنسان ولا تستطيع أي جماعة أن تقول نحن نمثل الإسلام مئة بالمئة لا يمكن الإسلام عندك نصوص مقدسة آيات قرآنية ولدينا فهم لهذه النصوص لذلك تجد أحيانا حتى المتخاصمين في الجماعات الإسلامية المجموعة ألف والمجموعة باء يستدلون بنفس الآيات وبنفس الأحاديث وكل واحد يقول لك أنا الصح وأنت الخطأ أنا المسلم الحقيقي وأنت المسلم المنحرف لا يا حبيبي لا يا حبيبي السلف أموم هل بالشكل أنا أقول ماشي عنده أفكار فيها خطأ فيها كذا لكن ما أقول أنا أمثل الإسلام لا يمكن لإنسان أن يمثل الإسلام وأنا أخذ هذه مقولة لي دكتور سلمان العودة في أحد كتبه الكلام صحيح لك لا يستطيع واحد أن يقول يعني يختزل الإسلام في شخصة أو في جماعة أبدا تمام إذن هذا نوع من الميل للجماعة طيب والغريب يعني يعني المشكلة في التحيز للمجموعة أنه يجعلنا نبالغ في تقدير قيمة المجموعة الحالية على حساب وناس لا نعرفهم بمعنى آخر إن كنت أنتمي إلى المجموعة ألف سواء كانت دينية أو عرقية أو طائفية إلى آخره فإني أقدم وأنظر لكل من يتشابه معي نظرة مختلفة عن كل البشر الآخرين أحيانا ما عرف أنا بس لأني عرفت أنه يتبنى نفس أرائي وهو ينتمي لنفس المجموعة اللي أنا أنتمي لها خلاص الله هذا إنسان صحيح ويمكن أقدم حتى على إنسان آخر أنا ما عرفه بس لأني ما عرفه أقدم عليه هذه مشكلة في التحيز للمجموعة ربما أتحدث مع إنسان وأرتاح له ثم بعد ذلك عندما أعلم بأنه ليس على أيديولوجيتي وفكري لذلك مصيبة أنا مرة أتكلم مع أحد الأصدقاء أنا أحد المفكرين الحقيقة هو مفكر ليبرالي وكنت أتابع بعض المقولات وكلام جميل من أجول ما يكون فقاعد أمتدح لهذا المفكر أول سؤال سألني قال لي هو شنو توجهه قتلا ليش يعني قال لا بس خلني عرف التوجه قتلا لا لا شوف أنا ما بقول لك توجهه أنا أقول لك اسمعنا إذا رأيت ما يعجبك منه أهلا وسهلا إذا رأيت ما لا يعجبك منه ضربه وأفكاره في الجدار لكن لا تسألني ليش هو الآن يبحث عن شنو يبحث عن التحييز للمجموعة فإن قلت له إذا كان هو إسلامي وقلت له ليبرالي يقول لك إنه استحيل أسمع له ويعاذ بالله الشرك والضلال وإذا كان الأخ ليبرالي وقلت له فيه واحد مفكر إسلامي بيقول لك أوه رجعية أنت قاعد ترجعنا للعصور القديمة ورجعية وانتكاسة فطرية وما أدري شنو لازم تطور أي والعالم مشكلة لكن أقول أعطي نفسك الفرصة أنت أعطي نفسك الفرصة أن تستمع للآخر شوف يقول أنت في النهاية تملك العقل يا أخي الطفيل بن عمر رضي الله عنه أحد الصحابة اللي أسلموا لما جاء لمكة كفار قريش قالوا له ابتعد عن محمد وهذا يسحر الناس يخرب الزوجة على زوجها والزوج على زوجته والابن على أبوه والأب على أبوه خربطيشن يعني فسكر أذونك وكان هذا الطفيل بن عمر رضي الله عنه كان في البداية سد أذانة عندما يقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام بعدين هو يرجع عن نفسه فيقول فكرت في نفسي قلت أنا أملك عقل يعني أنا معروف أني عندي رجاحة عقل خلني اسمع إذا كان عنده كلام طيب قبلنا ما عنده كلام طيب خلاص نتركه فشال عن إذن القطن وأعطى نفسه الفرصة للاستماع لما يقوله سيدنا محمد عليه وقاله الصلاة والسلام فما كان منه إلا أن أسلم وأسلمت أسلمت قبيلته بالكامل معه فأنا دائما نقول للشباب يا يبا أعط نفسك الفرصة ترى الحياة مو أبيض وسود ولهي تقوم عن المفاصلات الحدية والقطع والبتر التام لكل فكرة ولكل إنسان أعطي نفسك الفرصة لأن الخير موجود في كل مكان لأن الأفكار فيها الحسن وفيها القبيح وأنت تملك العقل للمفاصلة والموازنة وهذه المفاصلة والموازنة عندما تبني نفسك بناء فكري قوي متين ستستطيع مع الوقت أن تفرق بين الصح والخطأ الحسن والقبيح طيب هناك ما ذكره جورد فورسي صاحب هذه المقالة بمغالطات المقامرة ما هي مغالطة المقامرة هذه؟ ما دخلها هي بالتحيزات المعرفية؟ هذه المغالطة المختلفة طبعا التحيزات شيء والمغالطة شيء آخر التحيزات يعني فيها جوانب صحة نوعا ما عندما تكلم عن التحيز التوقيدي أنك تبحث عن مواقع مؤينة تقرأ منها فيها صح فيها خطأ وكذاك عندما تقول التحيز للمجموعة أيضا المجموعة مهما كانت فيها جوانب صح فيها جوانب خطأ لكن المغالطة يعني هي خطأ تام هي خطأ تام فالمغالطة هذه تعتبر خلل في التفكير فيقول لك مؤلف المقال نحن نمير إلى وضع كمية هائلة من التركيز على الأحداث السابقة معتقدين بأنها سوف تؤثر بطريقة أو أخرى على النتائج المستقبلية وهو يعطي مثال يقول لك المثال الكلاسيك لو كنت تملك عملة وضربت العملة وظهرت على الوجه لما ترميها مرة ثانية ستطلع لك على الوجه المرة الثالثة فنت تقول غالبا ستقع على الشعار الشعار لا الوجه هو الشعار نقول الرقم طيب ماشي ماشي فأنت بتقول المرة الثالثة غالبا بتكون على الرقم مئة فلس صحيح هل هذا الكلم صحيح لا غير صحيح اعتمال أن يخرج لك الشعار خمسين بالمائة واعتمال أن يظهر لك الرقم أن يضار خمسين بالمائة إذا أن أن lace ما تستطيع أن تبني على الماضي تقول لانه طلعت لي ثلاث مرات شعار المرة الرابعة بتطلع لي رقم ما تقدر هذي خذها مثال على اللي لعبون قمار عادة تمن اللي لعبون القمار اول مرة يخسر ثاني مرة يخسر بعدين شو كل عنده تفكير نقول بما اني انا خسرت مرة مرتين المرة اكيد المرة ثاثة باربح ثاثة ثابتة ايه اول عكس يعني يربح اول مرة ثاني مرة تلاقي ده خلك مبلغ كبير على اساس انه يعني اموره ماشية فاكتشف لا خسر فهذه فيها نوع من المقامرة في التعامل مع مثل هذه الاشكاليات طيب انت عادة ان تمشي باطار معين فتظن على قولتهم الثالثة نابتة هذه الكلمة او الثالثة ثابتة طيب صحيح يعني هذه بناءنا احنا على اراءنا ان بما انه صارت مرتين بهذا الشكل اذا المرة اللي جاء لا اكيد بتتنعدل بتصير الامور تمام لا يا جماعة مو بهذا الشكل ابدا هذه نتيجة المقامرة اذا عند تحليلك للاحداث المحددة اللي تمر عليها في حياتك لابد ان تعرف ان هذا الحدث مستقل بذاته وهذا الحدث يحتاج الى دراسة خاصة فيه لكن تاخذها على البركة وعالنية وعالاساس انه اول مرتين طلع معاك خطأ المرة الثالثة صح يالواحد اشتري سيارة اول مرة طلع فيها مشاكل راح خذ سيارة ثاني طلع فيها مشاكل يقول لك لا الحين اكيد تطلع معاي صح تطلع امور ماشي لا تخذها بطريقة علمية منطقية عشان تضح معاك الامور طيب نوعا ما يعني لو كان هناك ايضا مثال ما يتعلق بالحركات الجماهيرية مثلا بالافكار والعيدولوجيات او حتى يعني التحيز الفكري في وقت النقاش احنا اللحظ معاي انا لا اتكلم هنا عن حركة الجماهير في ما مسمى بالمقامرة ولكن اتكلم عن نوع من طريقة التفكير الخاطئة وهي مغالطة انا نظن ان الاحداث اذا مشت بطريقة معينة فيأتي تفسيرنا للاحداث المستقبلية انها ستكون مختلفة عن الطريقة الاولى ستكون افضل ستكون افضل لا اذا انت ما وفرت سبل النجاح لخيارك في المستقبل لن ينجح اذا ما وفرت سبل النجاح وخططت ودرست خياراتك بعناية في المرة الثالثة لن تنجح هذه اما تبني والله انها صارت معاي مرة مرتين اكيد المرة الثالثة بتختلف معاي الامور بتتحسن لا ما بتنشي بهذا الطريقة عليك ان تأخذ خيارات عقلانية تدرس الواقع والحقائق وتبني بناء منطقي حتى تستطيع ان تقول خيار الان خيار صحيح حتى تصل الفلوس اذا هذه المغالطة كيف نعكسها نعكسها ان خياراتك اللي بتاخذها في المستقبل عليها ان تكون مبنية على واقع مو تاخذلي على الخط الزمني الماضي بما انه غلط غلط اذا نحن تكون صح او صح صح ممكن صلغلط لا هي ممكن صلغ صح بعد طيب ما رأيك ان نواصل في الحلقة القادمة سيد فالح هناك الكثير من التحيوزات لم نتطرق لها وتطرق لها جورج دفورسكي في مقالته التحيوزات الفكرية الاثنين عشر ان شاء الله شكرا جزيلا لك سيد فالح وشكرا لمستمعينا الكرام الى اللقاء في حلقة الاسبوع القادم